بسم الله الرحمن الرحيم أحب أن توجه بالشكر للأستاذ القدير الأستاذ العزيز وسام على هذه الدورة الأكثر من رائعة هذه الدورة الإبداعية التي فعلا أنا شعرت أنها نقلتني من التخبط ومن العشوائية إلى التركيز على السوق بشكل واضح أعرف أين أنا ومن أين أشتري وأين أبيع وأيضا تستطيع أن تعرف تلاعبات الحيتان طبعا هذه الدورة عندما تقوم بالاشتراك بها ستجد أنها ستتلاعب بعقلك كما يتلعب الحيتان بالمستثمرين يعني ماذا أقصد يعني أنك ستجد صعوبة في فهمها في البداية ولكن عندما تكون مصمم على فهمها وتقوم بالتركيز على التشارت للساعات وللأيام الطويلة وعندما تبذل الجهد وعندما تفكر بالمنطق ستجد أنك ستفهمها وستجد أن المعلومات التي فيها ستتجلل لك شيئا فشيئا حتى تصل إلى الحقيقة وحتى يعني توقن فعلا أن كلام وسام حرفيا صحيح مئة في المئة بعد أن تتجل لك الحقيقة ستشعر بنشوة النجاح ستشعر أنك ستستطيع أن تحققها الأرباع ستعرف بنية السوق ستحترف بتلاعبات الحيتان وستضحك على ذلك ستضحك على الحيتان عندما يتلاعبون بك وأنت تعرف تلاعباتهم فأنا فعلا أنصح بشراء هذه الدورة بل أقول أنه يجب على كل متداول أن يشترك في هذه الدورة لأنها مهمة مهمة جدا لمن يريد أن يكون ناجحا في التداول أكرر شكري المرة ثانية للأستاذ وسام وأتمنى التوفيق والخير للجميع والسلام عليكم إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درسين جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناتنا نعرف الكذب الكثير من الإخوة طرابوا مني تحليل عملة رون وسنقوم بتحليلات العملة كنا قد حللناها من قبل وما توقعناه حدث بالملي ويعني سنحقوم بتحليلها مرة أخرى باستعمال تحليل موجه ومدرسة المنطق لكن قبل البدء أولا ندعوكم الاشتراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة لا تكتبوا له هذا الاسم ولا الصورة هناك عشرات القنوات نصابة لحط هذا الاسم وحتى يعني حتى تقريبا نفس الرابط إلا بإضافة حرف أو حرفين فكونوا حذرين اضغط على الرابط من صندوق الوصف ما تعمل له لا نسخ ولا نسخ إذا أردت أنك ما تجد نفسك عند نصابين بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية هي قناة مجانية نشارك معكم فيها شهادات المشاركين في دوراتنا التدريبية أرباحهم يوميا نشاركها معكم ولسنوات هناك من يحقق 100 دولار ربح هناك من يحقق 50 دولار هناك من يحقق 2000 دولار هناك من يحقق 396 دولار هناك من يحقق 14 ألف دولار كل الشخص حسب مجهوده وحسب حسابيها لو صغير أو كبير يعني كل الإخوة يحققون أرباح قوية للناس المجتهدين وكل هذا بفضل هذا العرض القوي الحصري المتكامل قوة هذا العرض وهو من أقوى العروض في عالم تدول حاليا قوته تكمل في كونه يتكون من جزئين جزء نظري وجزء تطبيقي جزء نظري هو الفيديوهات 34 فيديو دورتين وليس فقط دورة واحدة كل ما تحتاج أن تعرفه عن علم المنطق في التداول مدرسة العلمية يعرف الكذب نحن من قدمنا علم المنطق في التداول نحلل ونعرف لماذا وماذا نحلل ومتى ندخل ومتى نخرج وكيف ندخل وكيف نحركه يعني أمور كثيرة جدا المنطق في التداول لماذا حدثت هذه الحركة لماذا لم تحدث هذه الحركة وهكذا دورك نجاوب على كلمة لماذا هذه الفيديوهات تعطيك 30% فقط لكي تحترف هذه النظرية والعلم تحتاج إلى 70% الباقية أين سنجدها في قناة التحليلات اليومية لذلك أضفناها إلى العرض إذن جزء النظري هو الفيديوهات الجزء التطبيقية هو قناة التحليلات اليومية 70% تعطيك لماذا لأننا نحلل فيها يوميا كل الأسواق فوريكس أسهم مواد أولية كريبتو وترى بأم عينك ما نحلله يحدث بنسبة 90% إلى 95% وهكذا ما رأيته في الفيديوهات تبدأ تفهمه لما ترى التحليلات اليومية كذلك قناة التحليلات اليومية تعطيك المفاتيح اللي راح تخليك تفهم فيديوهات وهناك أسرار في قناة التحليلات اليومية غير موجودة في الفيديوهات كذلك قناة التحليلات اليومية راح تخليك تفهم اللي موجود بالفيديوهات لأن الفيديوهات مصممة بطريقة تجبرك على الاشتراك في قناة التحليل يومية لذلك وفرنا لك ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر إذا اشتركت في هذا العرض كذلك تحصل على ثلاثة أشهر اشترك في مجموعة النقاشات في هذه المجموعة نحن مجتمع عائلة نساعد بعضنا البعض لذلك إذا أردت أن تتعلم تطبق وتحقق الأربع حين كنت جدا في التعلم رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أول رابط تقاط علي التواصل معي مباشرة على الخاصة الذي يجاوبك تبدأ ريحلتك نحو الخمسة بمرة بحين وتبتعد عن الخمسة وتسعين من الخاصة لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع برويف تريدر دوت كوم برويف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراته أو كتوب يمكنكم تحملها مثل دليل أساسي الشمالية بنيا متأتنف فقط تضغط على الابدار أمجانا تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسلك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وذا مغزى تعليمي وتثقي في مئة بالمئة لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول مسؤولية تام عن قراراتك قناة العملة عفو الكذب لا تتحمل أي مسؤولية كل ما نطلبه منك هو أن تراقب تقارن تشاهد ولجبتك الطريقة يمكنك الإنضمام إلى عروضنا وإلى دورتنا طيب عملة رون ماذا لدينا في هذه العملة إذا ذكرتم خلينا نروح على شارت أولا نشوف بنيت هذه العملة إذا وتيحت لنا الفرصة وين هي رون رون أوكي نشوف هل هو مش موجود طيب خلينا نرجع لها حتى من ضيع وقتين ربما ربما كانت هذه العملة جاية من أسفل شوي هكذا ثم حركة مثل هذه طيب إذا الموجودات فيها نحن الآن فيه تخفيض في تصحيح هذا التصحيح فيه موجة قوية في هذا الحركة قوية 后ي منكبر شوي فيه هاد الحركة قوية فيه هاد الحركة قوية وعندما وعندما نازل السعر أعتنا هذا التصحيح وبدا ينزل وأعتنا هذا التصحيح وبدا ينزل لاحظوا هنا عندما حصل هذا الحركة وهذا زيادة في الزخم قلنا هناك احتبال لأن هناك زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة هناك احتبال أنه يصعد لمرة أخيرة على الأقل لكسر هذه القمة أو حتى لتقفيل إما هذه الموجة أو هذه الموجة أو حتى إذا كان هذا نموذج لوحده وإذا أردت السوق أن يفرض عنه قد يصعد تصعد هذه العملة وتكسر لنا هذه القمة وهنا قلت كيف سنحاول مع هذه العملة على الأقل تقفيل على الأقل أضعف الإيمان تقفيل هذه الموجة إذا قمنا بقياس طول هذه الموجة إذا لازل أمامنا أضعف الإيمان تقفيل هذه الموجة 110 دولار رون هي الآن في الخمسة دولار استغلينها في الأربعة دولار 32 سنت جميل جدا الآن رون عندما الخطأ الذي يقوم به المتداول ما هو عندما يروا موجة دافعة تصحيح موجة دافعة ووصل السعر المنطقة وهنا وش اللي راح يقول المتداول يا الله ضيعت فرصة يا الله كان علي يضغط لازل شراء كنت أربح الملاير من الطلاق يا الله ضيعت العرض ضيعت الفرصة ضيعت ضيعت السر مش العرض ضيعت هذه الفرصة وهذا هو الخطأ فالي وش اللي يصير راح يبدأ يشتري من هذه المناطق هذه المناطق نحن كمتداول علم المنطق نعرف أنه هذا ليس هو أفضل شعر للشراء هذا ليس أفضل شعر للشراء أحتاج إلى تخفيض واضح ثم إلى ظهور مشتري لكي يبحث على الدخول في صفقة شراء وكرر أحتاج إلى تخفيض واضح للسعر أليس تهتي صفقة الصفقة هل نأخذها من أعلى سعر ولا تحاول أن تحصل على تخفيض منطقيا أريد تخفيض طيب هل هذا التخفيض جيد هذا التخفيض هذا هو جيد بالمقارنة مع هذا الصعود القوي مناسب يعني غير مناسب لكن عندما رأينا هذا قلنا أوكي 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 هذا مناسب طيب قلنا أوكي أعطني ظهورا للمشتريين قبل أن أبحث عن ذلك الصعود وبعد ذلك ما الذي حصل لاحظوا لاحظوا بوم ظهور للمشتري فقلت أوكي أي pull back هو للصعود استغلينها من أفضل منطقة ممكنة في هذا النطاق ونحن الآن break even break even طيب الآن الناس التي تتداول الدعم مش دعم المقاومات تريند لاينات ستبدأ ترى هذه الفرصة متأخرة لاحظوا نحن أين ولاحظوا الناس التي تتداول تريند لاينات وكسر تريند لاينات وكسر الدعم المقاومات و هذه الأمور ما الذي أين سيتداول طيب الآن هدفنا في رون أول هدف هو هذا القمة مستوى السبع دولار 32 سنة كهدف أول طيب هل ممكن أنه يسعد وبعد ذلك يعود ثم يرجع ثم يعود نعم ليعطينا تصحيح أكبر ممتاز هذا كذلك لا مشكلة سنبحث عن السعود من هنا لكن أفضل وأتمنى أن يسعد الآن ويريحنا ويسعد يكسر هذا القمة يكون هذا هدف أول هدف ثاني سيكون نفس طول هاتي الموجة مستوى العشرة دولار تقريبا هنا وهناك هدف آخر هو القمة متى يعني إذا كان هذا هو النموذج هذا النموذج إذا كان هذا هو النموذج 1 2 3 قد يسعد ويكسر القمة طيب الآن كيف سأتصرف مع عرون راحض هنا موجود تصحيح هاد إذا أردت أن نرى هذه الموجة أو نرقمها سنجد أنها على شكل WXY W WXY هذا تصحيح قد يكسر إذا حصلت على تصحيح المساوي لهذا أريد زيادة في الزخم ثم تصحيحه البحث عن الصعود مرة أخرى لأنها الآن رون هي في منطقة التلاعب لماذا؟ لأنه دائما عندما يتم مكسر التريندلاين يعرفونك يعرفونك يعرفون أنك ستتداول هذا التصحيح يعرفون ذلك سيدخلونك في صفقات شيرات ومبوم يعود السعر إذلك نحن حولنا وقف الخسر إلى منطقة الدخول بل كيف؟ لأننا نعرف مناطق التلاعبات إخواني إذن عملة رون موجودة في منطقة التلاعبات طيب لكي أتجاوز هذا المشكل هل عندي زيادة في الزخم؟ بين آخر موجتين هذا الموجة اللي هي W X Y هل عندي زيادة في الزخم؟ إذا كان عندي زيادة في الزخم جيد عندي زيادة في الزخم جيد جيد إذن كل ما أحتاجه هو أولا إذا كان هذا هو التصحيح يسعد ثم يعطني تصحيح مساوي لهذا هنا لربحة عن الصعود لأنه رح يكون عندي ديفيرجنس رح يكون عندي ديفيرجنس بين هذه القمة وهذه القمة إذا كسرت ABC من هذا اللي هو رح يكون مساوي لهذا لبحث عن الصعود هذا أول سيناريو أو سيناريو الثاني اللي هو يرجع إلى هذا المنطقة وفي آتي الحالة سيصبح هذا التصحيح مساوي لهذا التصحيح هنا وسنبحث عن الصعود من هنا إذا وتيحت فرصة إذا عندك استراتيجية نحن لا نعطي لنص إحملية ولا استثمارية ولا توصيات نحن نعلم كيفة نقرع الشرط بطريقة منطقية وبعد كسر هذا القيم ما تحول أقف خسر إلى break even وأتركه هدف الأول هو هذا المستوى سبعة دولار وثلاثين سن ثم كما قلنا الهدف الثاني والهدف الثالث إذا نظرنا إلى frame الساعة آخر تصحيح لاحظوا معي إذن إخوان لاحظوا معي هذه حركة قوية ولكن نشوف هل هي لاحظوا هذا التصحيح لم يرتد بالنسبة 90% 1 2 3 يمكن إذا رجع بطريقة المتدبدبة يكون أفضل إذا رجع يكون أفضل إذا رجع يكون أفضل لاحظوا هنا بعض التعب إذا رجع يكون أفضل حتى نأخذ هذه كتقفيل بالرغم أنها غير واضحة في وينزل السعر المرة أخيرة ويكون هذا هو النموذج وهو رح يكون مساوي لهذا التصحيح وبرغم أنه قوي قليلا ويمكن إذا عندك استراتيجية لتداول هذه المنطقة نبحث عن إشارة في هذه المنطقة للصعود مع كسر يأتي القمة break even ونتركه طار جميل جدا تلاعب وعاد لا مشكلة سنبحث عن الدخول مرة أخرى لكن حينها سنقول ربما كانت هذه الموجة سنرى كيف ستنزل هذه الموجة إذا كانت متدبليبة وكسر تلقع سنبحث عن تقفيل ثم نجو الأخير قبل الصعود إذا كانت قوية سنقول ربما هذه دخلة في هذه النموذج موجة دفعة تصحيح موجة دفعة ونبحث عن الصعود وسيتم ضرب وقف خسرتي عندما قد دخول دون خسائر break even ولكن سأبحث عن الصعود منهنه من أفضل منطقة ممكنة تلاحظون لكن لحد الساعة الآن إذا نزل وبدأ يعطي إشارة هذا للصعود على الأقل يكسر هذه القمة ثم هذه القمة كما قلت يمكن أن يتلعب بك ويعود أو ولكن إذا سعد الآن وكسر قد يتلعب بك ويعود إذا نريد تصحيحا مساويا لهذا أو أكبر منه إذا أعطني أكبر منه سألغي هذا سأصبح موجة واحدة وسأصبح موجة أخرى وهذا سيكون أفضل لاحظوا الطريقة التي نحل بهذا الشرط نعرف أي نوع من التصحيح نريد نعرف كذلك التصحيح هل هي مكتملة ولا لا هاي المعلومات لألاف دولارات إخواني أخواتي تلاحظوا إذا الآن كأرخص أريد تصحيح مساوي لهذا سواء الآن سواء يسعد ويعطني تصحيح مساوي أو أكبر وحينها يمكن التعزيز لكن الآن أنا مرتاح بريك إيفن وأنتظر استغلينها من أفضل منطقة ممكنة لأنني بحث عن تخفيض وحصلت على ذلك التخفيض الذي أردت لأنه صعد السعر بقوة وتوقف عن الشراء البيتبوي توقف عن الشراء هنا المتدئين يعني سيبدأون بالبحث عن الشراء في هذه المرات المرتفعة نحن لا نحن ننتظر تخفيض سعر مناسب لأننا نتعامل مع السوق كسوق تداول سوق عبارة عن أسواق هذا سوق نتعامل معه كسوق لا يمكن أن أشتري فيها نفترض يعني نفترض أنه أنت في سوق الخضر وصل سعر الطماطم إلى 2000 دولار هل ستشتري بـ 2000 دولار مثلا للكيلو أكيد لا لن تشتري كان بابتدى بعشر دولار مثلا إنا اشترت 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 وما فجأة طار السعر وصل إلى 2000 دولار لأنه لم يعد هناك طماطم هل ستشتري لا ستقول لا لا أريد طماطم الآن خليه يا أخي ينزل شوي يكون عندي تخفيض وصل إلى 30 دولار أوكي آه كان وصل إلى 2000 لأن 30 دولار هاي فرصة هاي deal it's deal صفقة بوم سأشتري وهذا ما قمنا به لماذا؟ لأننا نتعامل مع التداول كأسوق عادي المشكلة والغريب أن المتداولي لا يتعاملون مع السوق الأسواق مثل عملة وفوريكس وكذا كأنه سوق عادي يتعاملوا معه كأنه هابط من المريخ هذا هو الإشكال يستعملوا المنطق يستعملوا المنطق في التداول لذلك تقنياتنا ناجحة لهذا السبب أتمنى أني فتحت أعينكم على ما نقوم به تريد أن تحترف تداول بيعتي الطريقة أداول عادل المناسب رابط إيشوراك مثبت في تأليقات هذا الفيديو أو الرابط وفي صندوق الروس كذلك لهذا الفيديو أو الرابط تضغط عليه تواصل مع المباشرة الخاص أنا الذي يجاوبك وتبدأ لحدك نحو الخمسة من الربيحين وتدعيد عن الخمسة وتتعمل الخسر لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأنا الآن أفكار السلام عليكم وبركاته